عالم الذكاء الاصطناعي مؤخراً شهد ظهور نموذجين مفتوحين المصدر هما كيمي ديف 72B وإرني 4.50.3B الأول هو عبارة عن نموذج عملاق موجه خصيصاً لإصلاح أخطاء البرمجيات أما بالنسبة لإرني 4.50.3B هو النسخة شديدة الخفة من سلسلة إرني الصينية وده طبعاً بيخليه خيار كويس جداً للأجهزة محدودة الموارد هنستعرض مع بعض بشكل سريع كل نموذج وأبرز نيزاته العملية ونبتدي إن إحنا نقارن بينهم لاختيار الأنسب ليك أول حاجة هنتكلم عن كيمي ديف 72B بيسموه وحش إصلاح الأخطاء أنشئ كيمي ديف 72B على أساس QIN 2.5 72B التابع لمونشوت AI وخضع لتدريب إضافي بأسلوم التعلم المعزز القائم على الاختبار اللي هو RLTF حق النموذج 60.4% على معيار SWE Pinch Verified وهو أفضل رقم النموذج مفتوح المصدر حتى تاريخ نشر هذه المقارنة متفوق على نمازج شهيرة زي كوين كود 72B وديب سيك كودر 33B بيوفر سياق بيوصل لحد 115 ألف توكن وده بيسمح بتحميل يعني مستودعات كبيرة دفعة واحدة بيحتاج لبطاقة رسوميات لا تقل عن GB VRAM24 أو عدة بطاقات مجمعة ويمكن تشغيل نسخة محولة GUF وفي ناس كتير بتعمل موضوع ده عبر LM Studio حالات الاستخدام هو إصلاح الأخطاء في المشاريع المتوسطة إلى الضخمة تاني حاجة إعادة هيكلة الكود مع الحفاظ على نجاح الإختبارات توليد كود جديد مستند إلى ملفات مشروعك الحالية والسياق بتاعه بيكون كامل نيجي بقى الأرني 4.5 أو 0.3 بي زي ما انت شايف خفيف جدا شركة بايدو أطلقت عشر إصدارات أحجامها بتتراوح ما بين P424 و P0.3 البنية MOE مكتشير أوف أكسبرتز متعددة الوسائط جماعة بتشترك في ترخيص أباتشي 2.0 والسياق يصل إلى 128 ألف توكن طبعا ده رقم لافت جدا بالنسبة لنموذة خفيف زي اللي بنتكلم عنه دلوقتي وهو 0.3 بي وزنه البالغ 300 مليون براميترز بيعني إمكانية تشغيله على حسوب محمول بمعالج قوي أو على بطاقة رسوميات اقتصادية ورغم دقالة حجمه لكن بيحتفظ بقدر جيد من فهم التعليمات العامة بشكل كبير بالنسبة لحالات الاستخدام المقترحة دردشة تعليمية أو مساعد كتابة خفيف ممكن يلخص لك وثائق طويلة عند غياب بطاقة رسومية قوية عندك على إجهازك تجارب بحثية أو تعلم آلي في بيئات محدودة الموارد لو جينا عملنا مقارنة سريعة ما بين كيمي داف 72 بي ويرني 4.5 أو 0.3 بي حلاي أن مجال التخصص بالنسبة لكيمي داف هيكون إصلاح أخطاء البرمجيات وهو جي بي 72 برامترز أم مليار برامترز أما بالنسبة لإرني 4.5 أو 0.3 بي فهو بيتعامل مع النصوص العامة والتعليمات بالنسبة لحجم البرامترز أو 0.3 مليار برامترز ندى نقول أن الجمهور المستهدف بالنسبة لكيمي داف 72 بي هو متور البرمجيات المحترفون أما بالنسبة لإرني 4.5 أو 0.3 بي هواتف سطح المكتب والطلاب بالنسبة لكيمي سرعة الاستجابة عالية في المهم البرمجية أما بالنسبة لإرني خفيف الحجم متوسط في النصوص العامة إزاي تختار؟ طبعا كيمي داف زي ما إحنا شايفين 72 بي لو كنت مطور تشتغل على مشاريع ضخمة بتحتاج إلى إصلاحات آلية دقيقة عند الجهاز قوي خدم سحبي معالج رسومي على كبير ففي الحالة دي حيكون هو المناسب لك أما بالنسبة لإرني 4.5 أو 0.3 بي لو أنت عايز مساعد نص عام أو أدى تجربية على جهازك الشخصي يعني حيكون هو المفضل لك النموذجين دول بيوضحوا مدى اتساع نطق الذكاء لإصلاح مفتوح المصدر من عملاق إصلاح أخطاء بنافس حلول الشركات لنموذج فائق الخفة ممكن تنزلوا على الحواسيب المتوضعة لو رحنا بشكل سريع على هاجينج فيس إن شاء الله حطت لك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو الخاصة بيه الأحجام المختلفة لإرني 4.5 هتلاقي فيه أحجام كتيرة ابتداء من الحجم الكبير 424B طبعا ده حجم كبير جدا إلى الحجم الصغير تماما اللي هو 4.5 0.3 فبالتالي أنت قدامك ده وقدامك ده وممكن تجرب الاثنين ولكن زي ما قلتلك ال 0.3B مناسب جدا للتعليمات العادية تقدر تنزله عندك على الجهاز ويتستخدمه وهو هيكون مساعد ذاكي فقط لا غير أما بالنسبة لي الكبير الضخم ده ما تكلمناش عنه النهاردة ولكن قدر أقولك أنه هو أكبر حجم اللي هو 424B ده حجم كبير صعب إنه هو ينزل عندك على الجهاز أما بالنسبة لي كيمي ديف 72B في انترفيس من خلال هاجنج فيس تقدر أنه أنت تجربه وهو مناسب لإصلاح الأخطاء البرمجية فلو أنت مبرمج وعايز تجربه قبل ما تنزله عندك على الجهاز تقدر تجرب من خلال الانترفيس الموجودة على هاجنج فيس وحطولك فيه الرابط في الوصفة أسفل الفيديو زي ما احنا شايفين ذكال إصناعي كل يوم فيه جديد أتمنى تكونوا النهاردة خدتوا فكرة عن النموذجين النموذجين اللي بتسمعوا عنهم هذه الأيام حاطركم الروابط الخاصة بالنموذجين لو عايزين تجربوهم أشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفريوزين بقولك في نهاية كل فيديو بتنساش تدعمنا باللايك والشير وكمنت لو كنت متابعين الأعزاء لو كنت بتشوفنا الأول مرة بتنساش تعمل سوستكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته